افتراءات أبي رغال العصر وأكاذيبه لا يسرها الليل وإن طال ولا مغيب الشمس ولو حرمت الشروق والزوال هكذا علق السفير السعودي في بيروت وليد بخاري على كلمة متلفزة لزعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله هاجم فيها المملكة السعودية متهماً إياها بمحاولة تحويل لبنان إلى إمارة سعودية كلمة نصر الله أعادت أجواء التوتر الذي كان بين لبنان والمملكة بسبب تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن ولعل ذلك ما دفع الرئاسة اللبنانية إلى إزار بيان أكدت فيه حرص الدولة اللبنانية على علاقات جيدة مع محيطها العربي ولا سيما دول الخليج وإن شددت على أن ذلك الحرص يجب أن يكون متبادلاً حتى يحقق مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء غير أن تكرار الأزمات الدبلوماسية اللبنانية مع السعودية ودول الخليج وارتباط تلك الأزمات بميليشيا حزب الله بصورة مباشرة أو غير مباشرة يفتح الباب أمام التساؤل عن حقيقة دور الميليشيا الموالية لإيران في عرقلة أي خطوة نحو استعادة لبنان دوره الأقليمي وعلاقته الطبيعية مع الدول العربية بعيداً عن رهن قرار بيروت السياسي لحكام طهران وأجنداتهم المشبوهة في المنطقة ذلك التساؤل الذي ربما دفع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى القول إن التفاهم مع حزب الله بحاجة إلى إعادة نظر الأمر الذي يعكس تململ التيار الوطني الحر من محاولات ميليشيا حزب الله اختطاف القرار اللبناني لصالح أجندته ذات الطابع الإيراني لا سيما أن البلاد على موعد مع إجراء انتخابات تشريعية خلال العام الجاري ومن ثم قد يشهد لبنان خطوات متسارعة من جانب الكثيرين لإعادة الموضع السياسي قبل موعد الانتخابات